البداء اي الزهور يعني لما اقولك بداء اي ظهرة ما لم يكن معلوم يعني ظهور شيء جديد لم يكن في الحسبان يقولك ايه واحد احد بيفكر يعمل مشروع فهو بيفكر في ترتيب المشروع ودرسة الجدوى بدى له ظهر له امر جديد ما كان شيء يعرفه من قبل فغير خطته في درسة الجدوى باسمه معنى بدى له اي ظهر له ما لم يكن يعرفه فغير الخطة طيب مدرب قورة قدر في ملعب يلعب فريق فالفريق بيلعب لقى فريقه خسران فبدى له بدى للمدرب انه يعدل في الخطة يعني ظهر له شيء جديد من طريقة لعب الخصم فابتدي يعدل الخطة اللي هو حطها قبل المباراة اساسا لانه يجهل طرق الخصم وتنظيمات الخصم في تلك المباراة سهلة كده اخوانا لاحبة يعني اظلني كده يعني توضيح سهل جدا بمفهوم بدى بداء الف به كده بداء او البداء مفهوم البداء ما هو ممتازه يا احبة يبقى مفهوم البداء والقول بالبداء هو العلم بعد الجهل ده مفهوم البداء في اللغة العلم بعد الجهل طيب عندما تقول الشيعة في مرويات الشيعة في كتب الشيعة على لسان الائمة وانا اقول تلك الاقوال منسوبة زورا لاهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الدين الشيعة كله منسوب زورا الى اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون البداء هو امر يعبد به الله سبحانه وتعالى في الفكر الشيعة ولابد ان تؤمن بان لله البداء لان ما من نبي الا اقر لله بذلك وطبعا انا قلت الرواية دي في الحلقة الماضية اخواننا الاحبة وبينت فيها كيف قالوا بهذا القوم تمام طيب هنا هنقف قدام مشكلة كبيرة جدا الا وهي وانا عايز الشيء الاثنى عشري العاقي يركز معي او في المقطة دي اذا كان اخواننا الكرام المستمعين وضيفنا الشيعة المحترمين تعبدون الله سبحانه وتعالى بالبداء وتقرون لله بالبداء اني ربنا يغير حكمه والعياذ بالله يغير رأيه وتقول لكم كلمة صعبة اوانا بتلحى والله متخيلين الذي خلق هذا الكون يعلم علم ما كان وما سيكون في المعتقد الشيعي الاثنى عشري له البداء يبدو له امور جديدة ومن الممكن ان يغير فكره ثم بعد ذلك اخواننا احبة ينظم لترك الامور طيب الكلام ده موجود فين ام اشرف تعالوا كده نشوف في كتب الشيعة في مرويات الشيعة هال اشرف بيتكلم بكلام موجود في الكتب ولا مجرد تهريج من واحد مخالف للشيعة من حق الشيعي العاقل يطلب الدليل من حق الشيعي العاقل يقولك اين الدليل على ذلك وده حقك انا بقولك ده حقك فعلا حقك انك تبحث وراء كلمات تمام وتشوف هل الكلام اللي انا بقوله ده موجود فعلا ولا الرجل ده بيقلف من عنده اقوال وبينسبها زورا الى الشيعة الاثنى عشرية تعالوا كده نشوف يا اخواننا لاحبة مثال مهم جدا لان الله سبحانه وتعالى في الفكر الشيعي والعياز بالله يغير تلك المقادير او الامور التي لا يعلمها بسبب افعال البشر طيب شوفوا كده الكافي يظهر على الشاشة طبعا الشيعي اللي في التكتوك اللي عايز التابع تقدر تقش في قناتي في اليوتيوب ايظهر عندها صوت وصورة وبالادلة وبالمصادر الروايات اللي انا هترحها من كتب الشيع عشان يتأكدوا كويس الكلام ده موجود ولا لا تعالوا كده نشوف اخواننا اللي احب كما يظهر على الشاشة في كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب القناني الجزء الاول صفحة 327 حديث رقم عشرة تمام ناخد منه محل الشاهد اخواننا الكرام تمام بيقول لك كنت عند ابي الحسن عليه السلام بعد ما مضى ابنه ابو جعفر ولاني لا افكر في نفسي اريد اقول كانها كانهما اعني ابو جعفر وابو محمد في هذا الوقت كابو الحسن موسى واسماعيل ابني جعفر ابن محمد عليه السلام الى ان يأتي ويقول اخواننا الاحبة عشان نختصر بيقول له نعم يا هشام بدل الله في ابي محمد ابن ابي جعفر ما لم يكن يعرف له كما بدى له في موسى بعد مضي اسماعيل تمام ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك حدثتك نفسك وانكرها المبطلون يبقى اذا اخواننا الاحبة طب فهم الكلام ده ايه بلغة عربية سهلة سلسة اللي بيوضحها برنامج دردش مباشر الكلام ده يعني هو منين خرجت فرقة الاسماعيلية اساسا اخواننا الاحبة حفظكم الله قام الامام جعفر بتعيين ابنه اسماعيل خلفا له وقال انه الامام موضين الشيع تركيب زي البابل زي كده مش عارف ولا بيسموه ايه اللي هو بيسموه بعض بتاع البلاستيك ده بازل ولا بازل بابل مش عارف المهم فقال لك اسماعيل ابني هو الامام ويشاء الله سبحانه وتعالى ان يتوفى اسماعيل وهو صغير فيقول لك لا هو زي امام معصوم ينصب ابن مات قبله اساسا فقال لهم ايه بقى الشيع تخرج من الورطة دي قال لك لا بدى لله في موسى يعني بدى لله في اسماعيل انه يموت ويكون الشيع بيقول ان علم الامام وده قلت لكم في الحلقة اللي فاتت ان الامام يعلم ما كان وما سيكون والمفروض انها كلف بالامامة عندك اسماعيل من لسان امام معصوم ازاي يبقى كده الشيع تشك في امامتك مباشرة انت رجل نقول عنك معصوم عصمة مطلقة لا خطأ فيها ولا سهو ولا نسيان قال لك لا ما هو بدل الله فاذا اثبات الجهل والعياذ بالله للمولى عز وجل اصرع عند الشيع من تجذيب قول الامام قول يا عم الامام اخطأ اي عم لا ما عندهمش كده يقال ان الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله هو من اخطأ في المقادير ولا يقال ان الامام اخطأ فاي رب تعبدوه واي اله تتبعوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة